السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح نقول وداعا للبقعة العنيدة بقعة الملابس والفراش بقعة الموكيت والسجاد رح نزيلها بدون غسيل بمكونات كتير بسيطة هلأ ضفنا بقعة للموكيت الموجودة عندي بقعة شوكولات ضفنا عليها الكتشاب رح نفركها حتى تتغلغل ونتركها تجف وهيك بعد ما جفت منبلش فيها مكونات كتير بسيطة موجودة في اي بيت ومي مكلفة منضيف شوية مي سخنة ومنحط مع معلاء الدواغ غسيل اي نوع ما بتفرق بس مشان الريحة وضرف بيكين بودر او كربونات ما بتفرق فيه السر يلي بزين البقعة رح نضيف شوية على البقعة ونحط الباقي بالكاسة المي السخنة بعد ما نحركه نمنح يلي ما حط اعجاب يحط اعجاب ويلي ما اشترك في القناة يشترك في القناة منوزع بودرة الباقي بودر على البقعة منيح ونحط شوي من الخليط المي السخنة على البقعة وباي قطعة قماش مو لازمة او ليفة او فرشامة تفرق نفرق فيها للبقعة ومنقول وداعا للبقعة هاي الطريقة بتصير للكنبايات للفراش للالبسة اي بقعة مهما كانت كولة دم شحمة اي شي بتزيله باذن الله بتمنى تشتركوا في القناة قناتي بتقدم وصفات اكل وطبخ وصفات منزلية وشكرا على المشاهدة دم دم في رعاية الله